اهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله إلى هذا العدد الجديد من الحدث الذي نناقش فيه مستجدات الواقع في الجزائر والراهن المتعلق بين مواطن وبمختلف المجالات حيث نتطرق مشاهدين الكرام في هذا العدد من الحدث إلى ملف الصحة بعد اجتماع مجلس الوزراء بحر هذا الأسبوع نناقش أيضا هذا الملف بجزئيته وتفاصيله خارط الطريق الصحية ومخطط تنظيم ينتظر منهما المواطن أن يكون فاتحة خير عليه وعلى الجزائر في إطار بناء جمهورية جديدة نقاط عديدة تمحورت حول قطاع الصحة وذلك في إطار سياسة مدروسة لإعادة بعث القطاع وتطويره فهل ستتجسد النقاط التي تم طرحها ومناقشتها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهل سيتعافى قطاع الصحة بعدما عشعش المرض في مختلف المستشفيات وانتشرت رائحة الفساد في الكثير من المؤسسات الاستشفائية نناقش مشاهدين الكرام هذا الموضوع مع ضيفية هنا في الستوديو سيد غاشل ونس الأمين العام للنقابة الوطنية للشبهة الطبي مرحبا بك سيد غاشل ونس سلام عليكم سابقا أعطيكم صحة للدعوة للنقابة الجزائرية للشبهة الطبي ومشكركم هذا الثاني ورحب أيضا بضيفي الدكتور رشيد بالحاج رئيس نقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين والباحثين ورئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطبي الشرعي أستاذ رشيد صباح الخير شكرا جزيلا على تبيعكم صباح الخير شكرا على الدعوة وصباح الخير لمتتبعي قناة البلاد شكرا جزيلا لكم وما إذن أبدأ معك سيد غاشل ونس رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء شدد على ضرورة إعادة بعث القطاع الصحي ربما من خلال قراءتكم لما تمخذ عن هذا الاجتماع خاصة فيما يخص قطاع الصحة ربما ما هي قراءتكم الأولية لمحور النقاش أو النقاط التي تم تدارسها في اجتماع مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم وهذه أول مرة نسمعه رئيس الجمهورية اللي يتكلم بشدة على الصحة وهذه حاجة كما يقول لك إيجابية إحنا اللي نوحنا نطلب بها كنا كل يوم نطلبوا بها باش كما يقول لك تقول لي كما أنا نطلبوا بالجزاء الجديدة نطلبوا بصحة جديدة ترك اليوم رئيس الجمهورية اللي وقف بهذا المطالب تسمى باش تكون صحة قوية في بلادنا دوك لازم كما يقول لك نوقفوا عليها كامل كنقبيين كنموسيريين كنوازية الصحة ونكونوا يدوا واحدة باش نحلو المشاكلة على الصحة العمومية والمواطن وش هو يطلب باش كي يدخل المستشفى لازم يعالج وهذه حاجة الأولى لو يطلب عليها المواطن المواطن ما تحكيلوش بالقوانية على البلاد ولا يلاقي باش كان مشاكل في المستشفى المواطن لازم يجي المستشفى يعالج هذا ما كان وهذه اللي لازم احنا كموسيرين ولا كنقبيين ولا كمسؤولين في المؤسسات لنحلو هذه المشاكل ممتاز أستاذ رشيد بالحاج ألا ترى أنه ربما النقاط التي تعلقت بقطاع الصحة كانت قوية جدا خاصة أن القطاع ربما مريض ويعاني في الكثير من الاختلالات رئيس تبون قال يجب إحداث القطيعة مع العهد الماضي كيف ترى ربما أساسيات الشروع في إحداث القطيعة مع العهد الماضي ومن أين نبدأ؟ بالفعل من الملفات الشائكة الملفات الصعبة المعقدة الجمعيجي رئيس ولمسؤول في القطاع هذا حيواجه الصحة مشكل كبير وكذلك التعليم نحن كنقابات سنتكلمون عن التعليم على الصحة نتكلم عن صفتنا الشفائيين جامعيين نكونوا إحنا الأطباء بالفعل نتكلم عن القطاعات الشفائية الجامعية التي تعاني خاصيتها بالفعل أن المواطن الجزائري منذ سنين هو يعني ما هوش غير برك نوعية العلاج نوعية الاستقبال احترام كرامة الإنسان كما يقول دي ملال يجيبهم داخل الوطن الصحة في الجنوب الصحة الوقائية هنا المعادلة صعبة صعبة جدا وإحنا كنقابات كجزائريين عندنا خبرة ما تكلمنا قبل عندنا قريب 18 سنة وإحنا كنا استنوا في قانون الصحة ونقشنا وعدنا شفنا كان مبتغة تعنا أن نحسنه كل عام نحن نشوف عليها لتمثل الصحة عن بعيد أو عن قريب لأن أي بلد من معايير تقدم بلد هو صحة والجميع والمندرسة مجاز وهذا المهم أنه من جمس الصحة تتطور وتلحق المستوى والقطاعات الأخرى كالتعليم العالية والتعليم أو صناعة ما من حقيقة الاقتصاد تعني يكونوا في حالة صحة عندها خاصية لأن لو كانت صحة مليحة تكون فيه آفات تكون الناس تموت فيه معاناة أكثر من قطاعات الأخرى ممتاز أستاذ غاشلوا الناس أستاذ رشيد بالحاج يقول لك ربما يجب الموازنة بين مختلف القطاعات لكن قطاع الصحة يبقى هو القطاع الحساس لأنه إذا تفشى فيه المرض فستمرض العديد من القطاعات الأخرى هل ترى اليوم أنه وصلنا إلى التشخيص الداء الحقيقي الذي أصاب قطاع الصحة حتى ننطلق في إعداد الحلول أو الدواء لهذا الداء الحقيقة نطورنا شوية هذا السنوات لأننا نعاني ونتكلم عن الصحة اليوم نطورنا وحمد الله كما يقول لك اليوم ولا ما عندنا شي كامل نبدأ نبدأ في العمل لذلك لازم نبدأ في العمل معامل حقيقي لذلك ليس كلام بارك لذلك لذلك واحد يجي يقول لك نصحه بصح لذلك على سنة نشوفوا الموضوع كهو هو ما زال المواطم يحش بها هنا لازم اليوم غضوة لازم المواطم يحس بها كيفاش بش يحس بها لازم نبدأ طريقة سيار لازم نبدأ طريقة سيار لذلك المستشفات ما مش يسيروا كيف не لازم لحال ولازم نبدأ طريقة سيار لذلك و لازم طريقة الحوار لذلك نتبعوا الحوار وتوصل بين ميهنيين بين مسيارين كامل لازم يتحوروا في الميدان ماشي كل واحد جهته ولا كل واحد كما يقول لك في المكان تاعو الواحد يحب يسير ما نقدروش ينسيرو هادا أنا اليوم باش نصحوا الوضعية على الصحة تعالى كما قال الاخر بالهاجة هادي كي حقيقة واش قال وده ما كان الصحة ماشي ملاحي وان خطاعات الخين كيفوش راح يمشيو ما يمشي ما يقدروش يمشيو واشكوا هادا هي الصحة هي الصحة في البلاد في كل بلد عالم كي تشوف الصحة مطورة تسب الاقتصاد تحتهم مطور وانا صحة تعالى ما نقولوش كاريتية كاريتية ما كما يقول كما انضفوش مضعية لكن حاجة سهلة احنا ما اوش برك الأموال ولا متسير برك هذا المكان ويكون اتحاد بين المهنيين المسييرين وانريحوا في الطاولة نصيبو كل مستشفى ونصيبولوا الحل تاول نحولو السهلين ماراش في المادة ولا ميرا كما يقول كل في دامير يتريح في طويضات سبل الحلول ممتاز أستاذ رشيد بالحاج أستاذ غاشل والناس يقولك أنه الخلل اليوم هو خلل في التسير بالدرجة الأولى لكن لو تنزل الأطباء أو المسؤولين على المستشفيات يقولك الخلل في التجهيزات ونقص الإمكانيات ونقص المرافق هل اليوم أصبحنا أمام معادلة رمي أو تبادل التهم بين مختلف الفاعلين في قطاع الصحة من أجل عدم تحمل المسؤوليات بالفعل تكلمنا بدينا تكلموا معادلة ودلع فيها عدة معطايات معطايات معروفة معطايات غير معروفة معطايات نجموه تحكموه فيها معطايات ما نجموش تحكموه فيها من إشكالات الكبيرة اللولة حتى تكلموا سياسة أن سيد الرئيس تكلم عن المقاطعة مع الماضي أنه في الماضي كانت سياسة شعباوية كما يقولون بوليتيك سوسيال أو ترانس على ظهر خاصة عمال قطاع الصعب كل عمام الصعب مش طبيب بالكتر ممردين إداريين ثانيا تعليم كذلك كان فيه حنقرنه كما يقولون مشكل تعالى الأجور والميناء وظروف العامل وكذلك نشوفوه على المواطنين كما تقول المواطنين يسوفرين إشكال الثاني إحنا اللي عندنا كالجامعيين تكلموا على وضعي الطبيب ووضعي الممرد في المنظومة الوطنية إحنا راندخ نفل فونكسون في بليك جنراء أنا ما فيش نعطي كيكزون كاوستاذ جامعي إحنا الطفل اللي ننقره فيه اللي باشوه اللي يجيب 17-18 معدل اللي حبي يدير طبيب إحنا مو بتاعة تعو في الدومة القدمة مدربيه كون بروفسور احنا مو بتاعة دوك تعو يهرب يروع الخرج ظاهرة جديدة عندنا ظاهرة معادلة واحدة أخرى هي أن التابعية تابعية تكنولوجية ووش برك تجيب ماتيريات على سكانير وتجيب تالاخل نجيبوا دي سكانير كود مليار باش نسقموا هذك سكانير لازم نعطوا التكنيسيان يجينا بالبرتاب ملاد تركي وانوتر بي باش يسقمنا تعرينا ديدو دوك عنا تابعية تكنولوجية تابعية كبيرة موش مثل السكانير ولا الاراديوتيرابي يسوف يحبس لذي اخترى الاراديوتيرابي هنوش يسيال برك شوف تابعية والحقنا تابعية من ناحية الأدوية وفي أيضا سيد دارشد بالحال سمحني فقط على المقاطعة إشكالية وجود العديد من العتاد خاصة السكانير في العديد من المستشفيات لما تروح تسألي قل لك ما يمشيش لماذا قل لك علش لأنه المحللين اللي كانوا ديروا السياسة ما كانوا وش يديروا صحة اللي كانوا مسؤولين في القطاعات هو كان باش يرضي المواطن قلت مع المواطن قال جيت مرقو ورقلا احتلت زاير باش ندير سكانير وندير الاراديوتيرابي في الزازال ذوك الحلول الترقيعية في ذاك الوقت كانت خاص سكانير عطوا لهم سكان خاصة الاراديوتيرابي بدول الاهتمام بالعنصر البشري والعنصر تقني نتكلمنا نحن نتكلمو الصحة كنا نتكلمو على القطاع العام برك القطاع الخاص كل الدول القطاع الخاص يلعب بذورها شارك ويتمم القطاع العام في الصحة ما نجموش واحد نحن القطاع الصحة هنا قلنا لازم هيكلة مي باش يجي هيكلة يجي فيه قانون كل قوانين صحة قلق قانون صحة ستينينا تمنطاش احنا وحنا نيقوسيو فيه معرفوه نقطة ونقطة للأسف كما يقول لك المونطان كي أكوش دين سوري وزيدوا على زيد عن ذلك النصص تطبيقيتها في بعض المغت سوفان تسيبها نقصة ومارهاش تتماشى وما يعيطوش لبروفيسور يعيطو الإداريين موش تفتيرا لي يتكلموا عنهم أنا أقول لك غير معقول كأن أستاذ بروفيسور أم ميتين خمسين سنة هو يكون ويدير باش لحقنا نعمله كما تقول نكفقوه ألافات تهميش كلي شفت حم وزيرنا شفت وزراء التعليم العالي تعالى ضمى اجتماعي التعليم الصحة للأسف ما كاش واحد كان عنده جرأة باش يعطي لعين احتبار هالأساتي دا يعطي كمثال دو كيفاش نديرو منظومة صحية وهذا نقلك هجرة إدميغة وحلوك نتروح وقلو الفرنسا برك وقلو الجزائريين كنت كلموا على الصحة في الخارج طبيبي الهيكسيلون الهيكسيلون باشن ما يروحون لويز اروح لخارج لكن كلهم جزائريين يعطيك صحة ما يعطيك هناخلوهم يروحون ليش يروحون اعطوا له الاعتبار لأن الصحة فيها الثمن ميغلطكش باش ما يكونش انديسكور سيساوي كما يقول سياسي هنمدو وينديرو شعباوي لاسان تي هنم بري ما تنجمش تدير منظومة صحية اللي فيها علاجة دونيبو اللي فيها انسانية اللي فيها معاملة اللي فيها اخلاق اللي تدير التطورة التكنولوجية اللي عندها علاقة مع الجامعة بسياسة شعباوية اللي فيها لكن فيهم استفسار او سؤال او طرح يقول لك اليوم هل تجرد الاطباء من انسانيتهم انك اليوم تشوف مريض في حالة خطيرة ولا مريض يعاني لكن بالمقابل تشوف طبيبي يدخن سجارة ولا طبيبي يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي هل هذه الامور هي مخلفات العحد الماضي التي تحدث عليها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء ام انه ربما نعالجوه في سنوات او في اشهر من صحة التعبير انا نقول لك الحقيقة هنا المشكلة ما رأيش فهذاك طبيب ولا يترجع سيجارة ولا اخر ولا شاب طبيب يرام كامل احنا رأينا كامل فضعية وحدة المشكلة وحدة احنا المشكلة اليوم في المستشفى احنا قلنا تسيير احنا تسيير ذلك طبيب تيشوف ما كاش كما يقول لك دموايا هادو كيفاش يسير باش يدخل عن المهمتاه عنده ضامج تاعه ويعرف المهمت تاعه ويخدم كاش بالطبيق كعمر كامل في استشوات يدول عمل تاعه بصح كنت كي تشوف انا انا نتهم كتران باش نقول الحقيقة كان ادارة اللي ما تلعبش كما نقول احنا رول تاح هل المشكلة في الادارة اذا كان طبيب هذا مسؤول طبيب هذا مسؤول بالدرجة الاولى لكن كيف انه يتعامل مع المريض ربما بطريقة غير انسانية هذا كان حاجة خاصة لا نجمعوش على كل عامل في المستشوى الطابب كان حاجة كل واحد تسببها في الطبيب تسببها في الطابب تسببها دار كل مماشية هذا الدغط الذي يجعله يتعامل وهذا كان مهنيين يتصال لهم هذه المشكلة يخدم 24 ساعة ويزيد المسكن ما زال الاشي يراو الضغط هذا يتعامل ويقول انسان هذا عنده انسان لازم يريح المشكلة لا يوجد هنا المشكلة هنا يتعامل كما يقول الموايا كامل في المستشفى وين يدخل يسبي بمفتوحين انا كما دخل نشوف تعليمه وانتي تكلم لك على البرطة وتكلم على حاجة التفاعلة هو يجيب البلوزة ويجيب المكلة ويجيب يخدم بالبرطة لكي يحوس على صاحبه أو على المرض أو على فلان يخدم كل مطير ومن بعد يجي إدارة وراغة ومن بعد يجي باش يصير احنا ما نقول كامل إدارة كان يوم يديروا العمل كما لازم ولكن اليوم لازم نشخصه في المسؤوليات وننتحد في المسؤوليات لازم نتعاون كما يقول أنه هل المشكل حسبك أستاذ أغاشي في المسؤولين الآن في مسيري المستشفيات في الإدارات العمومية في مسؤولي الوزراء في الوزراء بيانسر 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 طب نعتلي حق ولا هانا في هذه الوضعية صح نقول بباك البيجي ميك فيه صح أنا ادبت الكسكانير كما قال الأستاذ بالحاج قال أنا ادبت الكسكانير وما كاش لا أخل بيانسر وما كاش تدير اللي تكنيسة لكتا الريبار وما كاش طبيب مختص ما عندكش في المستشفى ولا حش يتوى ما تقصر دراماتك شوف كيف نسيب وما تجيب قبل طبيب المختص وعندك شاب واسمه راديو الكيف كيف يخدم معه يتعون وتما وعندك كي تطح غدوة أم فان عندك الريبار الكسيفر المريد يجي المستشفى يقول ما كالسكانة أو يروح للخاص حنا ذوك الخاص هو تكميلي القطع العام ضروك احنا مشي باش ولي قطع الخاص يخدم وقطع العام ما يخدم لا هو تكميلي تسمى ذوك احنا النس ولي ذوك شكون نحي يجي سكانة في المستشفى قليل ما كاش ناخد ذو يجي سكانة باش ما عندك شغدوة شكون يصل لهم لأنا ما نش سبيسياليست فيهم تسمى كي جبتني قول يجب لك سكانة أو يوري لك ما يوري ليش كان تكوين فيها ممتأ انتقل الى الاستاذ رشيد بالحاج قال انه ربما فيه مشكل والمشكل يجب ان يتحمله الجميع حتى لا يجب ربما اتهام شخص على حساب او طرف على حساب طرف اخر استاذ رشيد بالحاج رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الدعا الى تكوين الاطباء واركز في خضم حديثه عن تكوين الاطباء في الجنوب حتى يتم تدارك نقص الاطباء في ولايات الجنوب لكن لو نسقط ما قاله الاستاذ غاش على المشاكل التي يعاني منها المستشفى الجزائري اليوم ربما بنقص التكوين هل نحن امام حتمية اعادة تكوين او الزامية تكوين الاطباء حتى نتفاد ربما المشاكل التي وقع فيها الاطباء سابقا والتي ربما تعد من العهد الماضي والتي وجب عليها القطيع كما جاء في اجتماع مجلس الوزراء شكرا لفرصة حباد ان رئيس الجمهورية يسمع الناس ربما سؤلت يسمع اداري اول ايش كان اعطيك مثال بس كو احنا عقلك 19 سنة وحنا نخدم هذا نتكلم عن ضامن اجتماع في معايير في الصحة هذا ضامن اجتماع تروح انتاد دير بايزان عملية جاهة في البريفي شو شو حر يرمبو سيالك ما يرمبو سيالك رجعت عطاها تلوتوريزاسون بنيفي ويروم بيروسي والهوم ودو قدتك تانينا مشكلة تصفيت الكيل عرانا في برنامج وحد اخر تاع زرع الكيل لماذا فيه معايير غير معقولة في معايير هالمعايير غير معقولة يتحملها ماهوش اداريين ولا الطبا ولا الفين الناس اللي كانوا يقروا في سياسة انت تراهم احنا تنحينا الاسوس دي مليار دي مليار تاع الضمان اجتماعي تاع الضمان اجتماعي بالصح سيدل لو ما تيدرون برسوم ما فيه خلل خلل فادح حاجة ثانية تكلمنا على التكلمنا على كونتركتوريزاسون كيفاش سيدل عندك قطع ولا مصلحة مخصوص لذن فيلمي ولا مخصوص طبيب نينجم يدير كونتركتوريزاسون سيدل يدير يعطي المدير يعطي له امكانية يدير كونتركتوريزاسون امتواليزاسون نينجمو البريفينش تاع الناس الصحة انا نقول لك الخبرة التركية في مجال الصحة انا كاستاذ يوجعني قلبي كنشوف دي زاجلين يروحوا التونس حنا كنا نكونوا في تونس ولا يروحوا للترق ولا يروحوا لدول واحد اخرى لأن الجامعة جزائية عندها تهريخ كانت عندها تاريخ كبير كان ليون دي زيونيورسيته اروبيان كل شي نقلب منتاز منقلب على الأخير تعالى منعطي كان الاشكال فاصلما في عدة معايير مدى بنا ان رئيس الجمهورية يسمع اللي يراملك في التيران وحلول تكون فيه شجاعة سياسية اللي لازم تخدوها ما لازمش تكون حلول ترقيعية كالماضي بس كنا نحي نعبدو نتيحو في الماضي في مشاكل أخرى وصلت الفكرة أستاذ غاشي أستاذ بالحاج نخرجوا فاصل إشاري قصير ثم نوصل الحديث عن ملف الصحة نحو خارطة صحية من أجل نور بلاد القطاع مشاهدنا الكرام فاصل إشاري ثم نعود إليكم لا تذهبوا بعيد أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام وتحية طيبة لكم نحو سياسة جديدة ومدروسة لإعادة بعث ملف قطاع الصحة كنتم تابعتم في الجزئين الأولين من الحدث أديث مفصل عن أهم ما جاء في ملف الصحة ونحو إعادة بعثه وتطويره قلال مخرجات آخر اجتماع للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية إذن مشاهدنا الكرام أجدد الترحيب بضيفية في الأستوديو الأستاذ غاشي والناس الأمين العام للنقابة الوطنية للشبه الطبي مرحبا بك والدكتور رشيد بالحاج رئيس النقابة الوطنية أو نقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعين والباحثين للجزائرية لتطوير الطب الشرعي مرحبا بك أستاذ رشيد قبل الفاصل كنا مع أستاذ الوناس الذي قال فكرة مهمة جدا هي فكرة التكوين ننشئ مؤسسات فكرة طيبة وأيدها ربما الكثيرين إنشاء مستشفى 700 سرير من أجل تخفيف الضغط على المشاءات الصحية لكن يقول لك الأستاذ الوناس المشكلة الكبيرة هو في التكوين من سيقوم بتسيير والعمل في هذه المؤسسات الجديدة يعني كيف تقرأ ذلك نحن شاركنا كجمعي نحن نكون الأطباء ونشاركوا في بعض كذلك في التكوين الممردين بس كذلك الممردين بس كذلك الممردين سيدي باشولي يعني دون باك بكت كاتورس كنس دون موين نحن حقيقة التكوين يطرح إشكال سيدين من ناحية النظرية ومن ناحية التطبيقية العدد التعاول هياك الوين تكونهم أنه فيه طالب عالمي وش طالب الجزائر فيه طالب أمام أوروبا أمام فرنسا تبعت فرملي يركريتيوه بلا مزيد يقرأ تبعت تطبيب يبعو يقرأ تشوف لها دومان دالي اونيفرسال لنشخولك حنا الفكرة الكونتراكتوليزازيو كري لازم شجع أمام كري في يجع يكون بيانسور كالدولة ترقبو الدولة ترقبو ويخلص يشارج لازم ندن كري ودي ميكانيزم بارلال دولة مدين جمس دوك غير هيا اللي تكوننا بك لنفس الموشاة ونفس المكوونين لازم يفو كري دي 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 تعلقية 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 باج يكون لك اللي مموم مرد تعلقية ونعطو قيمة بيانسور لهاد الناس ونزيل نعطي لحورييت يحبي ينستالي دي 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 ميخلصو لزام. أعتدت كميثال. هنكو هل يوعقل أن إنسان ملياردير يجي دهوي في المستشفايات الجامعية باطل و المواطن الباسد يروح يدير سكانر بزوجملاين هدوهما هدوهما التاناقوضات الكوبرا غيراليك تنخور لسيستام دسانتي تانا. لما تخليش الناس أن نكروى بلو وما تشجاش بانسور يوجد سيستام لذلك حنا ماذا بنا تكون سياسة تحتكوين كلنا حنا سيبين اللي طاها دوني ماتلون للشانس و جن بروفوسور راميتي دوسيكت بريمي ديتودي رامليكي شجعونا مام اللي اخترشت مع وزارة تعليم العالي على باش نديرو مراكز بحث وكذلك لو كان واحدا نرجري أن الجامعة الجزائرية قلت لك ما هو ش معقول أن الجامعة الجزائرية تكون كلاسي قلت لك ما هو شخص وكذلك لك ما هو شخص البروفيسور بن عبيد سيليكولاجريان وكذلك لك ما هو شخص وكذلك لك ما هو شخص القرار السياسي غلب القرار العقلاني سياسة مليح لأنه بعض الولايات نعطيك يزون بلغواط مستغانم بشار وورقلات طلبوا باش نديرو مصالح شفائية جامعية شوف المشاكلة يمعانوفوها لأطباء شفائيين جامعيين اللي رام يخدموه في هاي المناطق هادو مشاكل كبيرة ما من تهميش من صعوبات في السكن صعوبات في لغارد ما فيش تعطير يفاش دير جامعة بلا ما تخمم يش دير انت جامعة ما عندكش مين با انسياشو ما جموش مين با يسايدر يخطو باش روفنا لكين مشاكل لكن للأسف لا تحصل لازم يتمنو كذلك لو شاوش جوبرنمان تيلو الويلة لوكوموتية هو اللي يجمع القيطاعة لأن الصحة ما هيش غير وحدها أن الصحة مربوطة بالميزانية بالمالية ومربوطة كذلك للأسف تكلم كل واقع لا فونكسون بيبليك لا فونكسون بيبليك في بعض احنا عندنا مشاكل كبار باش تريغولازي ان بروبلامسك في قوانين وطلع مشكل طيب طيب وصلت للفكرة أستاذ غاشيل والناس أستاذ بالحاجة يقول لك يجب ان يكون فيه تنسيق بين مختلف القطاعات ويجب ان يكون فيه اهتمام كبير بالأطباء وبالقطاع حتى تتجسد ربما القطيعة مع العهد الماضي هل ترى انت اليوم انه يعني لازم الآن نتجه إلى حوار بين مختلف القطاعات الوزارية في الجزائر من أجل الاعداد ربما مخطط يكون كافي للنهوض بقطاع الصحة خاصة انك تقول من خلال النقاش هذا انه القطاع الصحي وحده يعني وزارة الصحة هذا ما تقدرش تنقض قطاع الصحة انه في ارتباطات مع العديد من القطاعات هذه حاجة حقيقة هذه اليوم كنت تكلموها قطاع وزارة العمل لازم تكون مضممة مع وزارة الصحة وما من وزارة تتضمون لازم تكون مع وزارة الصحة ما في الاقتصاد بسكو كان الاندستوري فارماسيتيك لازم هذا كيف كيف مع وزارة الصحة كان بزاف قطاعات اللي لازم يدخلو الوزارة الصحة لا تقدرش مكاحتة وزارة تمشي وحدها لازم تكون تكمل بيناتهم وانا تكون كمبليمانطاري باش تقدر دي العمل تاعك كما لازم الحال انه كما قال لكما قلت مقبيلة طبيب يزيدون أرجور في الجانوب لازم باش موتيفين ما هوش هذا كوالحال وهذا قلت انا مقبيلة موتيفين ما هوش هذا كوالحال لكن ربما هاد سياسة تفتتاح لازم يكون نفتحوا كامل أبواب باش تخلي وكي رح للجانب كما يقول لك المشكلة يحيصيبهم تماث الجانب وما ممكن زيد له مئة ألف دينار زيد له مئة مليون كما قلت مئة مليون دينار جزائري ما يروح للتماء مشكلة ما رايش برك الأوجون ومشكلة في الانفيرون وفي ميكانيات أخرى باش يصبرو هذا الانسان والعائلة تقنط لازم تصبرو ده باش يكون في الماكين ويدي العمل وكما لازم الحال هي جزائري كامل وحدة لك حنا نكون في العاصمة وفي الاخر يقول لك نزلك في الأوجور ويبقى هما هما ما نشرح نحلو كامل مشكلة يعني من خلال كلامك ممكن نشرح أنه مشكلة الخدمة المدنية عنده مازالهم اليوم ويبقى غضوة يبقى غضوة هذي ما يحل لأن يقول لك كما كان هذا الوزير السابق للداخرية كي تكمل لأن أقول لهم زوج مرة أرجو رتاحهم لأخر أنا تكلم لذلك لأن هذا لم يرى حل صح لم يرى حل لأن نقول لك ندير شعباوية لازم تزيد لهم كامل وما تمج كامل هذي حاجة أخرى حنا لازم تسيب الحل اللي لازم مام كما يقول لك المواطنين ولا مسؤولين ولا أطيبة يقول لك أنا نحن نخدم في المستشفى تين دوف قلت لنا نخدم في دين دوف عندي الإمكانيات لأنني شوفت ما راح تصبح الإمكانيات لازم لأن نخدم في دين دوف لازم تكون هادية ولازم كما يقول لك تفتح خلي الناس تخدم أنا تفتح لك لك ما ينجوف خلي نفتح لك لك المستشفى لا يلحق لنكمل معه كان حاجة الأخر كان ناس عندهم الفكرات وعندهم كما يقول يكري الاختيفيت هادك خلي هاد الإنسان يخدم ونشوف هنا ورا يحب نراقب بعد حال الدولة تراقب برك هذا ما كنت بحال أنا يجيب لي في الجانب أنا إنسان حل خلي يخدم ونشوف الحل تاعه ربما كانت هذه السياسات في العهد الماضي وهي ربما نديره سياسة ونديره سياسة برك واحد الوقت وخلاص هذا ما كان كل منها نتكلم عن الجانب الجانب جزائري كرام كم معنا لا تخص الجانب ربما للنقائص يعاني من النقائص عنوز نقص غراطات سياسة اللي داروه ما ما كان أستاذ بالحاج تكوين الأطباء في الجنوب والتفكير الجدي لحل المشكل الخدمة المدنية ووجوب حل نقطة كانت محور اهتمام ونقاش كبير في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وهي ربما حجر الزاوية في آخر سنوات وقطعت على الصحة هل نحن أمام وجوب حل هذا المشكل شكرا طرحت كان وزير الأول السابق لمستشار رون سمعنا لأنه سيكون مدسان أوتوكتون تدليس كنيف المناطق هذو مناطق هذو باش كي يجيب ديبلوم يقعد لتن هزي ما فهمو شوش الطب طب سيبا مدسان الطب الحديث سيت روغروب دو سبيسياليست أو شو الطب يبول الجرح وحده الانسترومنتيس الامار مانيبولاتي راديو للابوراطور دور لابوتاداناليس تعنابات دو يتوت إيصام ينجمش الجسد إلا في قطع مستشفاء نعطيك نتكلم لك كان لطب تروح في مناطق نائية تسيب عنده المدير عنده عشرة بيديات يتفهم يجي يختلف سمانة دقعة سمانة يروح مازي يجي سمانة ديبولاتي في جامعات في كلية الطب كان في برشار كان في الغواط إن شاء الله لازم نشجعوا أن الاستفاعيين جامعية يروحوا التماتيك باش يكونوا جيل تعتم جيل بصفة عادية باش إن شاء الله يستقروا باش الانتروجبية وين عندهم وسائل والله ما عندها مستشفى جامعي وكبعد أحيان كاين الزملاء تصلوا بيه تعالغرب كاين بدأ مستشفى وقال مجيد سعيد أو المغلط راحوا فيها أطباء مختصين كال الماتيريال إبا نقصت لنور ترانسفير في حلول فيه نتائج فيه آمل محنا ما نتقبلوش الخطاب السياسي سيساوي كما يقوله نتقبلوش المترجم لنجب حتى حاجة نحن نبعته هنا مشامل نبعته بالشارط كان مختص كما يقول كما لازم الحال ولا أقول نبعته المرضى نحن مكامل الولايات يجو هنا لك هذه الصحة يجب للإنسان هو هو يحب هذا المكان هو يخدم المكان تاعه كما يقول انه كي كي يكون في هما ما يقول لك شغل نراح ولا تسيف ولا تسيف واحد يقوله لازم تقعد 6 سنة وكي قعد 6 سنة وما يخدم شارك واساس هما المثل يقول مدى بين يكون تم ما أعطيل الموين اللي حب هم وخلي يخدم تم ما بليك بتاع الشيء هذي تتخل في سياسة التحفيزات وتوفير الإمكانيات نحن نقول نحن لديك مدى بين هذي سياسة تتبدل كامل غضو بسك الجزاء الجديدة لازم الناس هذي ما قطيل لازم اللي بتاع وخلي هو تم هو يقول لك أنا منزل شنور من هنا نقعد هنا لدي كل موية نقعد هنا عندي اللي بتاع 60 فامي مملك بتاع وتقول هي العيلة تاع كامل تم بسي جنس بلا ما تقول لازم لك 6 سنين هو يقعد 20 سنة 30 سلحت يخرج لأخو من تقول لك 6 سنين تبقى 6 سنين ما يبقى 6 سنين ما مشكلة بسرعة هل هل يقول لك هنا مشكلة بسرعة بسرعة ويخدم باعت العصيمة باعت الوهرن باعت سمتينة باعت وهي الإخلاة ربما الصحة الجزائرية تبقى في مكانها وما تقدمش أستاذ بالحاج الأخطاء الطبية والإهمال الطبية ارتفاع كبير في هذه النقطة هذي هل ترى أنه يجب أنسنة القطاع الصحي في الجزائر؟ الأجزاء أولا هي ظاهرة عالمية هالأخطاء الطبية على حساب بالأخر ظاهرة تتكلم عليها بزاف صحافة رجعتون شرف هي كانت من زمان الأخطاء الطبية باش نفرقوا بين لاليا تيرابيوتيك الخطاء الطبي المحتمل وفيه الخطاء الطبي الفادح هذا القانوني لا يختفر لا يختفر غير معقولة هنا في المنحية الإنسانية هنا في عدة هنا والخطاء الطبي هو إلا معيار تعفاشل منظومة صحية إنه الخطاء الطبي نتكلم لك على التعفونات في الواسط الطبي نتكلم لك على الإهمال الطبي نتكلم لك على عدم موبالات نتكلم لك على كما نقول لديقراداتيون نحنا للآسف نحنا نقوله في العمية إذا أصيب الطبي وهو ممرض سوف يمرض مرض شديد المواطن لأنه في حلقة لازم هذا القاع يكون فيه احترام ويكون فيه التقدير اللي يخدموا لازم تكون عندنا دوكاتي يقول لك فيه حل أنا رايحين ن Bright lever نتكارج ما نكتبون هذا طب هذا طب حديث لا نستطيع أن نستطيع إعادة رقمنات القطاع الصحي في تحسين الخدمات. تدخل في أي طار تب حالي؟ سمعته في النقابة، سمعته 15 سنة تكلموا عليه. رجع ما نسمعه. وعندما هم يتعرفون تريبيا. نعطيك فلوبيتا المصطفى، سينا نحطوها نورديناتور لنشوفه برك اللي حافظوا عليه. ما رأي لي كيما تقول سياسة منهاجية. لازم لديك اللي يدلو المنتنانس، اللي يراقبو، اللي المواطن ما يكسرو شان يقول لك حنا بعض الحالات يجونا مواطنين يهدمون يقول لك تعالى. ما زم ملحقناش شكون يحافظ عالورديناتور تعالى. شكولار لديك أن نفع في الرقمنا. كتال خاص. دو قاعد الميتسين بريفي لاماجوريتي كمانس يدلو الرقمنا. الرقمنات الميلف الصحي الخاص لكل مواطن يعتبر كمعيار لازم صحة. في الحقه ستتن نيفو شلحقولو لي. هاللحقوه ستتن نيفو راح يجيو حدو. راح يجيو حدو. مادان ماناش نجمو تكفلو كيما قد بلنا الحامل. ماناش نجمو مشكل كبير. التكفل دان ريانيماشن. تكفل. ماناش نجمو كفا zusammen، على الجيرياتري الجيرياتري فيها عدة كنا أبالها عنده عدة أمارات عدة مختصين عنده ثامنتك في البيت للأسف والله يا ولكن نشوف الإشكالات هذو تعاليين عاش غير تنسى المرأة الحاملة لأننا نعانو فيه نوميا في كل مشيخ المشفية الجامعية من المشفية زملاء تعالي المختصين أو طبعامين أو ممريدين رأنا ظاهرة جديدة لازم الدولة تدير منهاجية والدير واسائل حقيقية باش نبدأ نتكفلوا باش نخفوا على العيلة نتكلوا على المريض نسينا العيلة العيلة دخلت في منظومة دولي بي وين تخلص وينو ننبول سي المريض يجيبو لك تاكسيما كلها جي عيلتك جي معك سبيتها حنا نتلمون الناس تخاف يجيبو مريض باريزوم بيديرا نافيسي يجي متاشا يجو معه 11 رعبات تلت سيارات لأنه يخافوا ما يتكفلوش به هاوليك واقع الصحة هذا وش حبينا نعطوك نقابة وندي دي فيريتي يهي دي سوليشون مي سوليشون ريال ماهوش حل سياسي وصلت الفكرة أستاذ راشيد بالحاج رئيس النقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعين والأستاذ غاشل والناس الأمين العام لنقابة وطنية شبه الطبي شكرا جزيلا لكما لحضركم معنا ضيفيني في قناة البلاد وفي الحدث شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم متابعتكم برامج بلاد مستمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة